ايها الاحلامة العرب في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المرحومة الشويكار الله يرحمها كان لها جملة او كلمة او سلوجن حلو بتقوله وتقوله بدلع كده شيء لا يصدقه عكل او الله اللي انا بشوفه النهاردة شيء لا يصدقه عكل بصوت المرحومة الشويكار رحمة الله عليها اللي انا بشوفه النهاردة خلاني اقول لك اوعى اوعى ساعة الازمة تنسى الراجل اللي ضحى عشان البلد دي اوعى تنسى الراجل اللي شال راسه على ايده وملتفتش لكل الخطط الشريرة خطط قوى الشر وكمل في طريقه رغم الصعاب والظروف اه سوري وانت مش شايف كده انت مش شايف كده اوكي بس في ناس شايفة كده في ناس شايفة كده يا سادة مش بنبالغ لما نقول ان ادبيات البطل خلت السيسي اقرب لحالة العشاء الاخير سوري العشاء الاخير اللي هو بتاع السيد المسيح لما اجتمع بالحوارين وقال لهم في حد هيخني قبل ما يدني اديك اوكي دي معروفة اوكي او معركة الخندق طبعا دي معروفة ما كانت خلت اللي واقف فيها السيسي طبعا يقاتل وحده على فكرة لسه في مصريين شايفين كده مصدق؟ اه اه خلينا نشوف الراجل ده مش الراجل اللي سائل فيزبول اللي لبس مصر لا نشوف الراجل ده كاتب ايه كده اهو ادي نوها الراجل ده بردو نوها تمشي مع الراجل ده بردو الراجل ده حط روحه في ده المصر واحنا هنفضل لاخر نفس فينا معاه هو انت لسه فيك نفس؟ تحية مصري بيك يا ده الرئيس عبدالفتاح طبعا سيادة الرئيس احمد مكة بقى تحتها بيقول عشان كده الحرب بين الراجل ده و اهل الشر لن تنتهي الا بنهاية احدهما ولك ان تختار ايها المواطن اما ان تكون في صف اهل الشر للنهاية واما ان تكون في صف الراجل ده حتى يتخلص من كل اهل الشر هو بس نائس احمد يحط الراجل ده هيجنني هيجنني كده يعني يعني نقص الحيطة بتاعت صباح دي على فكرة ده كان كلام حسين السيد ولحن محمد عبدالوها بالمناسبة يعني يجي رمضان حاجات كده نكمل مع البني قدم ده كل الخوانة دبروا بليل لبلدنا وللحواريين شعبها شعب مصبع الحواريين ما شاء الله كل الاعداء اجتمعوا واوحاتوا بوطننا من كل اتجاه ليضربوها ضربة عدو واحد ويفرقوا شعبها الصامد يا احمد انت مولع يا احمد النهاردة احمد شغال بقى احمد النهاردة صحي بدري لك ان تتخيل وضعي والكثير من امثال اليوم بعد هذا الفرم الشديد للحومنا وعظامنا بلا رحمة ولا مرؤة نحن باختصار اموات نمشي على الارض تم انت عائله لذلك وبسبب المعاناة الكبيرة لا استطيع اللوم من تخلفوا عن الصف من المصريين واصبحوا ناقمين على الادارة وهكذا سقطت لويز احمد انت يعني حدا هيجي طلع يقول لي كلام ده كلام لجان لا استنى اهو لانه كما قلت المكان مظلم ومعظمنا يظن ان الدربات الموجهة اليه من القيادات وحتى لو علم انها من الاشرار في الازمة واثارها كبيرة مما يجعلك غير مهتم بمصدر الدربات لا قالوم احد لان العزيمة متفوتة في درجاتها والثبات وسط هذه المعارك يحتاج لاهل الهمم وانت هاد اهل الهمم اوي حدا هيقول لي كلام ده كلام لجان كلام لجان الالكتروني هقول لك عنف تمنيين طيب يا سيدي هنعتبر ده كلام لجان الالكتروني ايه رأيك في سياسي تخين سياسي عتيد سياسي بتاع اسماهيل لوسي ارتين حد فاكر لوسي ارتين الجيل بتاعي فاكرها ده احنا تربينا على لوسي ارتين احنا كان عندنا حاجة غير لوسي ارتين انتو عندك دلوقتي نت وسوشيال ومعرفش ايه وقنوات ومواقع اباحة احنا مكانش عندنا غير لوسي ارتين اولا يزا بقول لك كده ربيب لوسي ارتين مصطفى الفئي طلع يقول الرئيس تقي نقي وارع ولديه نزعة صفية ايبقى سلملي على لوسيا مصطفى بيه لوسي ارتين دي ودت الراجل ده دهية هو وثلاثة اربعة كمان منهم فادي الحبشي ومنهم المشير ابو غزالة ومنهم وطلع عاطف صدقي وقتهاي والكلب بقى كتير قوي طلع عاطف صدقي وقتهاي يقول لك واحد بيبوسوا على تحت السلم انا مالي حكومة والمصحف طلع قال كده في البرلمان عاطف صدقي الاخ ده كان ضحية لوسي ارتين بيقول لك السيسي تقي النقي ورع ولديه نزعة صفية تمك فاية تقي النقي ورع ما هو تقي النقي ورع زي الناديه نزعة صفية على فكرة الكلام ده ما تقلش في 2014 ساعة ما كان السيسي بيقول الاول اغني الناس لا الكلام ده حضرات بيتقال النهاردة اللي انت سمعته كل ده بيتقال النهاردة هتقول لي ايش معنى النهاردة هقولك النهاردة بالذات لان السيسي اللي استلم البلد والدولار فيها كان تقريبا سبعة تمانية جنيه النهاردة وصل حقيقة للقاع هنشوف اغبار النهاردة اللي الناس سيحة الصبح تلاقتي الدولار بـ 32 لقتي الدولار كده عاجل هبوط قياسي وتاريخي للدولار يتخطى لـ 32 جنيه النهاردة صحينا عليه الخبار دي دلوقتي ما نعرفش اغباره ايه يعني وقادي ارتفاع تاريخي بسعر الدينار الكويتي مسجلاً مية ده وصل لـ 107 بعد كده وبعدين ما عرفش راح فيين تاني ماشي عاجل بعد القفزة التاريخية للدولار مية جنيه زيادة في أسعار الدهب ونزل تاني طلع لـ 1050 ونزل تاني وعمال راجب المرجحة رايح جاي HCBC تقريباً قالت الدولار سيصل 35 جنيه هم اللي توقعوا كده اول انبالح تقريباً هم HSBC قال سعر سارف الدولار سيصل إلى 35 جنيه قريباً هم اللي قالوا أنا ما ليش علاقة بيه أنا راجل بتاع كتابة هم ما بيفهموا في الحاجات دي الدهب كان وصل النهاردة لمستوى تاريخي عيار 21 أنا بقولك بالمعلومات سجل الصبح 1950 بالشاشة وبقى نزل تاني اهو عيار 1950 وراح نازل تاني وهيطلع وينزل المناجيح اشتغلت المناجيح ده الحال اللي وصلت لي البلد على يد السيسي لكن يوسفني أقول النهاردة لا عزاء للمغفلين والله يرحم الجنيه المغفلين وزميل يعترضوا على الكلمة دي بس أنا عايز أقولها آه أنا مصير إنها المغفلين لأنه اللي قبلنا قالوا لنا لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين فما بالك واحد خد 30 ألم ولسه برضو ماشي مكمل ده اسمه إيه اسمه إيه لما واحد يكرر الخطأ هو هو في عشر سنين أو في تسع سنين هو هو ثلاث مرات ده اسمه إيه بس خلاص هو ده اللي انت قلته وهم بقى الجماعة دول أنواع واحد قال لي لا الطيبين نقول عليهم الطيبين طيبين مين على رقع يوسف شاين من أم طيبة تمسك وزير ثقافة يا عم يسيبك بقى ما تجاملوش الناس دول مغفلين اللي يدحك عليه ثلاث مرات نفس الغلطة يبقى مغفل مش سازج ودول بقى أنواع فيه مغفلين زي نوع اللي جان اللي احنا شفناهم من شوية بتاع أحمد مكة ونوع بتاع الراجل ده ضحة والحاجات دي اللي عمالي طبل وهو شايف السفينة بتغرأ وفيه المغفلين بقى اللي بجد اللي بيصدقوا اللي لسه مصدقين ودول بقى اللي دافعوا في شهادة قناة السويس وشهادات التمنتاشر في المية وأخيراً في شهادة الخمسة وعشر في المية وإحنا هنا من أول ما اشتغلنا في البرنامج ده أخذنا على نفسنا إن إحنا نقول حقيقة مهما كانت مؤلمة أو محزنة أخذنا على نفسنا عهد إن إحنا نكون مراية الواقع المر وصوت الناس الغلابة اللي مالها الصوت فيه بقى اللي صدقنا وفيه المغفل اللي قال لك دول خوانة دول عملاء حضرات السادة يوسفني أقول لكم النهاردة في اليوم الحزين ده على مصر والمصريين اللي عملت بلدنا فيه بتنهار بسبب حرامي وعصابة من اللصوص مسكوا البلد وده أدق وصف لي يعني وده نفس الوصف اللي قلناه من أول ما رجع مصر النهاردة لو أنتوا فاكرين في يونيو 22 في ستة 22 قلنا في البرنامج ده أول ما رجعنا إن السيسي هو مستريح مصر ومستريح للسادة اللي في المغرب العربي أو اللي في الخليج لابز يطلق على شخص نصب على الناس وخد منهم أموال وقال لهم هديكم أرباح كبيرة جدا ولا بيعمل حاجة بيها قلنا هنا إن السيسي هو المستريح بتاع مصر اللي ضحك عن الناس وأخد فلوسهم في التفريعة وبعدين رجع ضحك عليهم هم هم ناس في شهادات تانية أفكرك أو على الرأي الست هودا سلطان في لحن الرائع رياض السباطي في الفيلم الرائع لعاطف سالم جعلوني مجرما إن كنت ناسي أفكرك يا مكان كلامي بصهرك يعني هو عمل نفس العاملة دي بتاعت المستريحين بالزبط جمع من المواطنين مليارات مش ملايين وإعلامه اشتغل طابل وزن على ودان الغلابة وقال لهم مشروع التفريعة على حضرات جمع ستين مليار جنيه يا عم يروح فين مستريح أسوان ومستريح لوكسور ومستريح المينيا ده واحد لواحد وجمع ستين مليار وقال للناس بقى ده أنت أخذ الشهادة هي واطلع يا معلم بقى وهوب فانكوش فانكوش وفي مارس 2022 يا حضرات يحصل تعويم تاني للجنيه ويوصل للجنيه لغاية 18 ونص ويبقى فيه خدع كبير ادحكت عن الناس ونلم بيها كم مليار من جيوبهم نعوض بيها نقص السيول اللي في السوق واللي نتجت عن هروب الأموال الساخنة برا البلد فيعمل إيه بقى الافتكاسة نرفع الفايدة على شهادات نسميها شهادات الثمانتاشر في المية هو برح جمع كم مليار 755 مليار جليل مستريح مصر اللي استغفر المغفلين اللي صدقوه ووسخوا فيه بكلامه الحنين وحصل اللي احنا حذرنا منه الجماعة الحوامل في شهادة قناة السويس خسروا 15 مليار جنيه يا رجل ده خسرها في سنة في 2015 ضحك عليهم ولما 64 مليار وقال لهم فايدة 15% في سنة 16 نوفمبر 16 عوم الجنيه الناس دي خسرت قد الخبر اهو حاملوا شهادات قناة السويس خسروا 15 مليار جنيه بالشفاء نتوب بقى ما نتوبش بقى ما نقولش بقى كفاية كده ما نقولش استغفر الله العظيم بقى وكفاية كده ما نبطلش بقى الناس اتحكيها لا ازاي بقى رجع استغفر نفس المغفلين تاني وعمل شهادة التمنتاشر في المية في مارس اللي فات ايوه مارس اللي فات ايوه انت سمعتها صح مارس اللي فات لم فيها 750 مليار جنيه اهو في مارس اللي فات اهو اطلع 750 مليار جنيه حصيل تبيع شهادات 18% مع بنكية القاهرة ومصر في 71 يوم انا عايز اقولك بس بما تعد الخبر ده انا عايز اقولك لما ظهرت شهادات 18% الجماعة بتوع شهادات قناة السويس بقى هم يلطموا بقى بقى ايب على والشور ما هم كانوا خدين 15% رح مطلع دي بقى 18% ده الكلام ده في مارس اللي فات ايام ما كان الدولار مش عارب ب18 والحاجات دي دلوقتي بقى الجنيه بتاعنا النهاردة فقد من مارس اللي فات حوالي كتير قوي فقد من عمره ومن قيمته كتير جدا يعني على مارس الجاي يدينا ويدكو العمر حط بقى اللي انت عايزه في خصارة نشوف CNBC بتقول الجنيه فقد من مارس الماضي 103% مش محمد ناصر اللي بيقول دي قناة متخصصة في الاقتصار بتقول ان الجنيه المصري فقد من مارس اللي فات حتى الان 103% اسمع وشوف والتعز اسمع من جهة اخرى تحدث على ان الجنيه المصري سقد منذ شهر ما السمين العام الماضي حينما بدأنا نشرة التحركات من مستويات 15 جنيه و70 قرشف اقريبا فقدنا اكثر من 103% من قيمة الجنيه حتى هذه الاسماء واكثر من 23% منذ فقط بداية العام الحالي فقدناها في قيمة الجنيه المصري يعني اللي راح حط ورقه او فلوسه في شهادة الـ 18% في مارس اللي فات النهاردة فلوسه ما تسويش شيء وخسرت الشهادات بتاعة الـ 18% ولحقت باختها بتاعة شهادات قناة السويس ادي الجرافة هو شهادات الـ 18% اللي كانت في مارس اللي فات مارس 22 سعر الميت الف جنيه كان يساوي 6399 دولار العائد المنتظر كان مفروض ان في مارس الجاي هياخده بقى سعر الـ 18000 جنيه هيبقى 3933 تخيل لما هيبقى بسعر 30 جنيه دولار يعني اللي حط في مارس اللي فات وكان الـ 100000 جنيه تساوي 6369 لما هيجي عليك مارس الجاي هيبقى الـ 118000 جنيه تساوي 3930 خسارة اكتر من 61% خسارة خسارة فرائك يا جارة ده في حال بشرط في حال استقرار سعر الصرف عند الثلاثين لانه ممكن يعد الثلاثين والثلاث تلاف دي يعنيه ما تلاقيهاش تنزل كمان يعني تخيل انت البني ادمين اللي راحت جمعت حطت 750 مليار في مارس اللي فات كانت مستنية لما يجي مارس اللي جاي وياخده 18% بقى وانشابرة وانجيب لي العيال عجل وانجيب لهم فراخ هياخدوها 3933 دولار بعد ما كان هما حطناها كانت 6000 هوش هال اللوح عليه شلت اللوح عليها جميل حط اللوح الله يكرمك ايوه بعد ما كان هما حطتها كانت تعمل 6369 دولار النهاردة بقى من كم يوم من اسبوع لعب نفس اللعبة عبدالفتاح ما هو يقول لك فلسانجي مش عارف عمل ايه طبعا عنجز كله فيه نفس اللعبة نفس لعبة الثلاث ورقات الاسبوع اللي فات طلع البنك الاهلي وبنك مصر قالك فيه شهادة ايه حق يا ولا فيه شهادة بعاية 25% ايوه الله 25% جاريت الناس وزغللت عينهم على الشهادة بتاع 25% وحب يكسروا بقى الشهادة بقى بتاعتهم هنشوف كده اتنصب على كل واحد يوم ازاي اهو تيجي بقى تكسر شهادة 18% لا عليك غرامة اهو ما غرامة كسر شهادة 18% اللي عليك تستمرها في الخمسة وعشرين لا هتعمل عليها نصح انا مش عايز الفلوس في البنك يا حبيبي انا عايز الفلوس اللي عندك في البيت فالله حط ورقه في شهادة 18% في مارس اللي فات حب يعمل نصح ويروح يحطها في الخمسة وعشرين الجديدة فعملوا علي غرامة واخيرا شفنا التالت مرة بعد قناة السويس بعد شهادة 18% الاسبوع اللي فات ده الاسبوع اللي فات شفنا طوابير المغفلين بتاعت شهادة الـ 25% نتفرق كده التوابير كانت عاملة ازاي طوابير لا 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 قات التوابير يا عام مية وخمسة وخمسين مليار جنيه حصيل اتبيع شهادات 25% من بنكاي الاهلي ومصر وعرضنا التدلي يوم لاتنين تسعة يناير الاتنين اللي فات الاتنين اللي فات وتعرضت قات يا عائلة الله يعرض لنا طوابير الناس الجميلة دي هي الناس دي زباين اه والله العظيم الناس دي زباين للرجل ده والناس دي حضرات ربنا يعني دول دورهم في الحياة كده ربنا يبعت لهم واحد يستغفلهم ثلاث مرات مرة في 2015 اهو ومرة في 2022 في مارس ودي ثلاث مرة دي بص التوابير الحق يا ولا ولسه التابور برا في الشارع وجمعوا مية خمسة وخمسين مليار جنيه واللي كان عنده حصيلة دولارية فكاه حولها مصري عشان بقى ياخد الخمسة وعشين في المية واللي كان عندها دهب راحت باعته واللي جوزها وزها مش عايف تعمل ايه واللي كانت باعة بيت راحت باعت البيت وحطته في الشهادات وجري يا ولا وديلك في سنانك وطرعة وبعد التوابير دي بقى تطلع الساعة ثلاثة من البنك الحمد لله الشهادة هي يا بوائل يا بو لؤي الشهادة معايا هي خلاص كده بقى معايا مبلغ هاخد عليه خمسة وعشين في المية ويومها برضو البرنامج ده حضرات حذرنا من القصة دي وعشان تصدقني كلام ده كان تسعة يناير طلعنا هنا وقناهم يا جماعة دي نصبايا ونصبايا شبه التفريعة شبه الشهادة مش مصدقني يا عم شوف الفيديو ده الناس اللي هتحط فلوسها في البنك وهتاخد فايدة خمسة وعشين في المية هتكسب تنكر هقوله لا ده أنا لازم أنكر عارف ليه عارف انت بتفكرني بايه بنفس العلقة والمقلب اللي أخدوه إخوانك وأهلك وبقيت قريبك بتوع شهادات قناة السويس فاكر الاربعة وستين مليار اللي حدتوا فلوسهم واشتروا شهادات و 18% فايدة وبعد ما حصل التعويم إمتى الجنيه وقعت فبقت شهاداتهم لا قيمة لها انت ناسي على رأي الست هودا سلطان من لحن الرائع رياض الصنباطي ان كنت ناسي أفكرك يا مكانت شهاداتي بتصح يا ربي ده 3 عناير يعني الاسبوع اللي فات الاسبوع اللي فات كنت بقول نفس الكلام اللي بقوله النهاردة النهاردة بقى النتيجة يا حضرات النهاردة بعد التعويم الأخير خلال اسبوع واحد أصبحت الفايدة بتاعة الخامسة وعشرين في المية تساوي صفر صفر والله بتوع شهادات خناة السويس قعدوا سنة لحد ما اتضربوا لحد ما اخدوا الكف بتوع شهادات التمنتاشر في المية قعدوا كم شهر كده عبل ما اخدوا الكف التاني بتوع الخامسة وعشرين ما فيش اسبوع واخدوا الكف التالت خلال نشوف الفيديو ده باحث بيوضح بالأرقام حجم خسارة أصحاب شهادات الخمسة وعشرين في المية حضرات السادة اتفضلوا أيها المغفلين اتفضلوا نصيحة روضي الله إلا معه دولار أو معه أي عملة يخليها زمائية إلا معه أي دولار غير أو أي عملة غير الجنيه المصري يخلي زمائهم ليه إحنا دلوقتي البنك الأهلي لما أعلن الكلام من أسبوع كان الدولار كان باربعه وعشرين جنيه الناس اللي اشترت أبشرك أن أنت دلوقتي فلوسك أنت خسرت الـ 25% اللي أنت خدته لو حسرتها هدو ميت ألف ميت ألف على أربعة ألف جنيه وعشرين ألف اللي هو من أول إعلان كانت فلوسك تعمل أربعة ألف وخمسة وستين دولار طيب الميت ألف النهاردة يعمله على أثنين وتلاتين جنيه فلوسك دلوقتي تعمل 3125 دولار البنك كده كده أساساً أنت في الفلوسك اللي معاك نزلت قمتها نزلت أكتر من 25% وأحنا لسه أنت مخدتش لسه فوائد إيمت الفلوس معاك أساساً نزلت قمتها 25% وهي لسه في البنك أنت لسه مخدتش 25% دولة أنت تخدهم بعد 12 شهر أنت أيمتهم ألت 25% مع ارتفاع سعب الدولار وأنا مش عارفين السعر الدولار ممكن يوصل اللي كامل 35-40 ده حضرات كلام محترم وقلناه لك يوم 3 يناير لكن شوف مش عاجبك الكلام ده خد حزبة تالية بوست هو رائد أعمال بيقولك بحزبة بسيطة 25% بتاعتك دي عند السعر 30 هتعمل كامل لما يوصل 25% ممكن تعمل كامل الراجل بيقولك بيقولك الفايدة أصبحت 14% وليست 25% بعد مرور 5 أيام بس نطلقوا الشهادات ليه؟ الدولار حالياً بـ 30 جنيه رسمي في البنك بحزبة بسيطة في 5 أيام اتحرك من 27 لـ 30 يعني 3 جنيه بمتوسط زيادة 11% وده معناه أن فايدة شهادات 25% بقت واقعياً 14% في 5 أيام وأي تحديث يحصل على سعر الدولار بالزيادة اخصموا من قيمة الشهادة يعني عند نقطة 34 جنيه الدولار الواحد هيصبح معدل الزيادة عندك تخطى 25% من سعر وقت إطلاق الشهادات بـ 27 جنيه طيب ده رائد يا عمي بلاش كل دول أعداء وخونا وبيبث روح التشاؤم إيه رأيك في المصر اليوم بتاعة المتحدة بتاعة المخابرات أو اللي مسؤول عنها المخابرات النهاردة طلعوا يقولك أن يبتوع الشهادات دول خسروا 70% المصر اليوم المصر اليوم اطلع علي اطلع علي اطلع المصر اليوم محرر الاقتصاد بالمصر اليوم شهادات الادخار تخسر نحو 70% من العائد المنصرف عند الفك لكن إيه رأيك بقى أنها من 70% أنت متخين فيه رأي بيقول أنها 100% الخسارة 100% تعال نشوف الجزيرة الجزيرة وما أصدق الجزيرة قلت لك إيه بقى قالت لك شهادات الـ 25% بلا فائدة 4 يناير 23 اطرحت الشهادات 100 ألف كانت تساوي 4166 دولار أيام ما كانت دولار بـ 24 الفائدة المنتظرة بعد سنة المية 25 ألف جنيه تعمل 4166 دولار لأن الدولار بقى بـ 30 دفع 11 النعيات المكسب بعد إضافة الفائدة صفر لا شيء صفر أرجعك بقى تاني لإخوانك بتوع المراحيم بتوع شهادات الاستثمار بتاعة قناة السويس هم فين دلوقتي؟ كسبوا إيه؟ نطلع شوية لقدام وده خلق المراحيم برضو بتوع مارس بتوع شهاد الـ 18 يا تركز بنين كم؟ ده اللي إحنا بنقوله ده اللي إحنا بنقوله إنه دايماً لابد إنه يكون المسرحية فيها مغفلين كل اللي فاتوا دول كانوا شوية مغفلين لكن فيه كمان الخوانة اللي بيجهزوا البلد عشان يبقوها برخص التراب اللي ما ينفعش تتباع اللي لو الجنيج على أرض عشان البشوات الجداد يخشوا يشتروا ببلاش وده مش مجرد كلام وخلاص دخلنا في مرحلة بقى ده مرحلة ودخلنا في مرحلة دلوقتي بقى تلعب فيها على المكشوف مرحلة الخيانة مرحلة الخيانة فعلاً تخيل نائب رئيس بنك مصر السابق السيدة السهيرة الضماطي بتقول إيه بقى؟ ليه الجنيه نزل؟ وعشان إيه؟ وهيخدم مين؟ نائب رئيس بنك مصر السابق بتقولك نزول الجنيه كده قدام الدولار مقصود لخدمة مين بقى؟ اتفضل اتفضل اهي سهيرة الضماطي نائب رئيس بنك مصر السابق البنك المركزي يستهدف من سعر من تراجع سعر الجنيه إتمام استحواز مستثمرين سعوديين وإماراتيين على حسس الشركات الحكومية في البورصة ببلاش ده أنا مش أنا ده الستة سهيرة الضماطي نائب رئيس بنك مصر بتقولك الجنيه وقع الوقع دي مقصود من البنك المركزي عشان نخلص نتمم استحواز مستثمرين سعوديين وإماراتيين على حسس الشركات الحكومية انت متخيل اللعبة بتتلعب عشان الزبون يخش يشتري برخص التراب ويريتها جات على أخواننا في الخليج لا ده أولاد العام كمان طمعانين ودخل إيدي كوهين يقول لنا ادونا قناة السويس وإحنا نتكفل بديونكو الخارجية أهو إيدي كوهين دخل في الموضوع أعطونا قناة السويس يا مصريين ونحن نتكفل بديونكو الخارجية شو رأيكم طبعا انت هتزعل معمول لهو 143 ألف مرات مشاهدة انت زعلان صح؟ الدم غيلي في علوقك سخنت بتدور الحاجة تضرب بيها الشاشة دلوقتي بتشتم عشان ده طب يا رأيك انت اذا كان الكلام ده بتاع إيدي كوهين بيتمهد له وبيتقال فكرة البيع ده من جوه مدينة الانتاج الإعلامي بقى الراجل ده قاعد في تل قبيب او في القدس وبيقول كده ايه رأيك ان الكلام ده هو هو اتقال في مدينة من مدينة الانتاج الإعلامي على لسان عمر قديب نشوف كده يوم 16 ديسمبر عليه علشان بس انا نقيتين ناس مدرح احدا الحق الصندوق الحق الاختناب بتاع مركزي لا ده ولا ده هيعمل حاجة خالص احنا عندنا حل واحد ملوء ملوء فيش غيره وانا مش عايز اقوله عشان كل ما بقوله ايوة طبعا انت ولا حاجة خالص خبق بقى اللي ما سواء البلدي عارفين إزاي مبلغ واحد في وقت واحد يجي مرة واحدة عشان فك خد ستة مليار سعر باع خمسة مليار دخل كل البضايا قال للأسعار تتنفس انت المبلغ انت عايز حاجة تعمل لك قفزة عن حاجة تغير لك الدنيا والخمسة مليار تعمل يا عم احنا ديوننا مئة سبعة وخمسين مليار خارجية وخدمة الدين حوالي اكتر من تات عشرين مليار يعني مئة وتمانين مليار تقريبا او مئة وتسعين مليار الخمسة مليار لما هنبين الدنيا هتعمل ايه على فكرة عمري اديب ما كانش الوحده اللي قال كده من بدينة الانتاج الالامي ده نفس الحل تقريبا قاله رسمي هاني توفيق اهي هاني توفيق الخبيل الاقتصادي قناة السويس طوق النجا لانقاذ الاقتصاد المصري ده عامل نفسه مصري الفرق الفرق بين ايه دي كوهين وعمري اديب وهاني توفيق الفرق الفرق اللي قاله ايه دي كوهين حقه لان الراجل الحقيقة يعني بيشتغل لمصلحة بلده كما يراها هم ده من زمان من زمان نفسهم في قناة السويس والاخ هاني توفيق ما تعرفش يخد المين ثلاثة على افاه لما طلع اتكلم على الديون وعلى وقف مشاريع العاصمة الادالية فالراجل رجع يعني مية وتمانين درجة وبيقول لك حل قناة السويس يا توق النجا نبيع ونخلص وعمري اديب بيكلم باسم الاخوة في السعودية اللي نفسهم يوسعوا مشروع نيوم وياخدوا بقى كل المنطقة دي لحد جوه لحد القناة نفسها وربما تكون السعودية شغالة كافر لاخواننا ولاد العام اللي مشغالين ايه دي كوهين الفرق ولا في فرق ادي ايه دي كوهين بيقول الدون القناة وقدي عمري بيقول لك اهو اسمعوا كده اسمع عمري السعودية على البلد دي عارفين ازاي مبلغ واحد في وقت واحد يجي مرة واحدة عشان فوق خد ستة مليار أربعة خمسة مليار دخل كل البضايع قال للأسعار تدي تنفس بس انت المبلغ يعني في الاخر عمري كمان بيحدد السعر اللي تقلو في الرياض خمسة مليار ستة مليار بكتير قوي اخري معاك ستة مليار يعني عمري حدد كمان السعر البيع خد خمسة مليار ستة مليار يعني السعر تقلو وده اللي قالته الأستاذة سهير الضماطي اطلع بقى بسهير الضماطي او ارجع عجلتين ارجع ارجع عجلتين لسهير الضماطي بتاعت بنك مصر اهو قالت لك البنك المركزي يستهدف من تراجع سعر الجنيه اتمام استحواز مستثمرين سعوديين واماراتيين على حصص شركات الحكومية في البورصة ابا عبد الفتاح السيسي الا انه يسجل اسمه في تاريخ حكام مصر مش كحاكم عمل حاجة عظيمة ولكن بدم المصريين زي محمد علي ولا كحاكم كان وطني بس ما كانش بيفهم زي عبد الناصر ولا حاكم سجل انتصار زي انتصار اكتوبر زي السادات ولا حاكم زي مبارك اللي جعل البلد في التلاجة تلاتين سنة رفض كل السيناريوهات دي وابا الا ان يسجل نفسه في تاريخ مصر على انه اخس واحط من مسك زمام البلد دي سجل نفسه في التاريخ على انه لم نجد لم يمر على مصر حاكم بهذه الخصة بص عد على مصر جاهلة يا رجل ده حاكم مصر انا اسف في اللفظ عبد خصي اللي هو كافور الاخشي دي كافور عبد اللي شتم المتنبي ولكن كان قوي عبد خصي وكان بيشتغل في مازيتها وحاكم مصر وفعدوا مصكة كويسة حاكم مصر الفرس ما كانوش بالخصة دي حاكم مصر البطلمة اللي عملوا مصر دولة كبيرة جدا حتى حفيته كلو بطرة السبعة خلت مصر في افريقيا وكانت بتقاول القيصر وبعده ماركة انتوني على الشام وقالت له حكم الشام يبقى لولادي الست العاهرة دي اللي احنا بعض المؤرخين بيشوفها عاهرة خلت لمصر حاجة كبيرة قوي تبقى روما طمعانة فيها حاكم مصر كل الاصناف وكل الانواع لم نرى اخس من كده ولا احط من كده المسألة مش ازمة اقصادية عبد الناصر دخلنا في ازمة اقصادية السادات عمل انفتاحه دخلنا في ازمة اقصادية مبارك خد قرضه ودخلنا في ازمة اقصادية لكن التلاتة دول لم يكن بينهم خائن ولا خسيس بالشكل ده الراجل ده دخل البلد في سكة اللي يروح مايرجعش وقعت البلد في ايدين اصابة ووراها شوية مغفلين كل شوية يضحك عليهم وبين العصابة وزباينهم المغفلين بينهم الخوانة اللي مستنينها تقع عشان ينهشوا فيها على حد تعبير المسألة المصر اللي بيقول انبيت ابوك وقع خد لك منه قالب والسؤال بقى وانا آسف ان انا بسأل السؤال ده بواقعية شديدة هل لو بيعنا كل الشركات دي هنحل ازمة مصر الاقتصادية انا بقولك لا على الاطلاق احنا هنبيع وهنقعد في العراء في الطلب السؤال التاني بقى ايه الحل هل الحل بالدعوات الى الله ان الله ليس حدادا لديكم ليصنع السيوف الرسول عليه السلام كان بيشتغل بيجاهد بايده الناصر ما بيجيش لوحد كده نيم على صرصر وينه النجاح ما بيجيش لوحد كسول وخامل ولا الخاين يبقى مش بالدعوات هل بالشعر والاغاني واحسين الجسمي ونقعد نغني المصر ويا حبيبتي يا مصر هتتحل ولا بالقروض وبيع البلد وشروط صندوق تتحسن لكن الاكيد ان البلد دي مش ممكن يصلحها لا المغفلين ولا الخونة ولا هذا الخسيس دول دمروها تماما او على رأي الشاعر جمال بخيت لما كتب زمان ايام ما كان بيكتب جمال بخيت ايام ما كان ضكر ايام ما كان ضكر في وقت مبارك وكان ضكر في وقت مرسي والنهار دا ما بنسمعش الصوته خالص كتب زمان وقال بموت يا مصر يا متباعة بموت يا مصر يا منهوبة شمسك تسير عكس الساعة والعين على العمى مغصوبة الصفر خيم على زمانكم عروق رئابتك مطلوبة سبتين على عرش فشلهم نايمين على وش عسلهم سرقوا الرغيف والحرية سرقوا السياسة الخارجية قدوا الحرامي بنوك الوز ودولوا مصنع طعمه الز ودولوا فندق لجلي هز ودوا الحديد لولاد العز والبرصة محشورة في جيبهم والسد لو كنا نسيبهم بميته وكهربته بكرة هيدخل في نصيبهم نفسي 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 في شيء قبل القنة ترجمة نانسي قنقر